بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم بهذا الدرس اللي هنحكي فيه عن موضوع السترينج أو السلاسل المحرفية في شي اسمه سلاسل محرفية يعني أنا شفنا بدروس السابقة كيف نحنا مندخل حرف واحد فقط لو بدي دخل عدة حروف مسلا جملة بدي دخل اسمي بدي دخل باسورد أو كذا بدي أحصل عليها من المستخدم فهذا الشي بصير اسمه سترينج بطل شي اسمه كار أو تشار حرف واحد صار اسمه سلسلة محرف بلغات البرمجة عادة فيه نوع من أنواع المتحولات اسمه سترينج مثلا مثل السي شارب جاوا وغيره لكن بالسي ما فيه هذا النوع نوع اللي هو سترينج يكون فيه عنا عدة حروف لذلك شلون نتحاير عن الموضوع نعمل شي اسمه array مصفوفة هاي المصفوفة بيكون فيها عدة محارف أو حروف كل حرف بيكون جزء من هالمصفوفة هاي مصفوفة هي مثل مصفوفة برياضيات كيف بيكون عنا مثلا عنصر أول عنصر تاني عنصر تالت نفس الشي هون طيب خلونا نشوف هلا كيف بيتم هاد الموضوع أول شي هعرف من نوع شار مصفوفة مثلا اسمه باسفورد وبحط قوسين بهذا الشكل شي يعني هدول القوسين بيدلوا انه أنا عم اتعامل مع مصفوفة هلا مصفوفة يعني قدت عناصر فيها هاي العناصر هن الحروف بس ها اكتب كلمة أسس فبالتالي العنصر الأول هو O العنصر التاني هو S العنصر التالت هو U والرابع هو S فصار عندي مجموعة من المحارف أو أربع عناصر من المحارف خزنتها بمن مصفوفة اسمها باسفورد من نوع شار طبعا أو كار فلحت اطبع على هين المصفوفة فبقول print print F بيجي بقول هلا the password إذا the password is هلا هون بحط إشارة مئوية S الإشارة مئوية S لاني هون أنا عم ببع string بعدين بحط backslash N مشان ينقلني لسطر جديد وبعدين بطع الباسورد إذا لاحظوا كيف مرأة المتحول هينزل بدل اللي هو إشارة مئوية S فإذا كبس save هلا وبعدين ضغطت على build and run هذا الزري اللي فوق فبيطلع لي إنه هون في خطأ هي هاي لازم يكون int معنا منتبهيننا بكل أحوال فbuild and run ملاحظ هلا طلع لي إنه the password is أسس إذا ملاحظ إنه طبعا للجملة ككل طيب هلأ لو بدي أنا أحصل على ال input من المستخدم يعني المستخدم يدخل لي الحروف بها الحالة هأمكن هاد الشي وإيش يعرف هلأ مثلا متحول small name وفيه بقلبه 20 مثلا يعني إنه هو بيتسعى لعشرين لاحظوا هلأ شو صار أنا دخلت له قديش طول السلسلة المحرفية أنا دخلت له عشرين ما بس يدخل واحد وعشرين مثلا هو خلاص هو بس بيشوف عشرين من شوي ما دخلت له الطول خليت الطول ياخده بشكل ديناميكي يعني أنا دخلت له من شوي أربع حروف اللي هنا من أصص فهو أخد الطول لحاله ديناميكيا أربع فهلأ هأطبع له رسالة للمستخدم اللي فيها مثلا please enter your name بها البساطة هاي فهلأ بعمل scanf طبعا إحنا شفنا له الحصول على المستخدم على input أو مدخل من المستخدم باختار scanf إشارة مئوية as لأنه نحن عم ندخل string بعدين وين بدي أحتفظ بالمدخل بقلب variable أو المصفوفة بحالة الarray اللي هنا بعدين هقول print as welcome مثلا هون هون حط إشارة مئوية s بعدين back slash n مش هاني نقل صوت جديد وبكتب name طيب إذن مرة تعالين شو عملنا نحن عرفنا مصفوفة 20 محرف فيها من لدينا ندخل فيها 20 محرف طلب من المستخدم يدخل اسمه بعدين هاي التعليم اللي حتى تحلو يدخل اسمه بعدين بتطع له اسمه نشوف هلأ إذا عملنا print run شو بيصير فشو عمي يقول لي هلأ please enter your name حد أخله اسمي لاحظوا هون كان لازم حط فراغ لحتى يكون الشكل أفضل فمسلا هحط نقطين مثلا بعدين فراغ أفضل مش هاني يكون الشكل أفضل للمستخدم فصار عندي please enter your name هلا حدخله اسمي مثلا خلدون فبلاحظ انه قال لي welcome خلدون كتير ممتازة تحكي طيب لو دخلت له انه اسمي الكامل مثلا انا دخلت له خلدون يلداني إذا كبست enter بلاحظ انه دخل فقط خلدون يعني أخذ فقط خلدون ليش لأن الscan F بستكبس له space enter فانتهت عمليتها خلص يعني معت تستقبل شو شو في بعدين فلذلك الscan F شافت انه فقط تدخل يلداني ما تدخل كلمة يلداني فهي أحد نقاط الضعف الخاصة ب scan F طيب بالنسبة للstring طبعا طيب أنا شلون بدي يحل هذا الموضوع في عنا طريقة تانية عم طريق شي اسمه F gets بيالتحالي ممكن نحنا بدل كلمة scan F scan F ها ايمال هذه التعليمة وهلأ قول F gets إذن F gets تعليمة وين بدي يدخل الشي اللي بدي بقلب النام طيب قدي شو الطول 20 طيب شو بدي يستخدم stdin اللي هي هاي انه جاي من stdio المشا المدخلة ف هنجرب هلأ نعمل save and run فعملي please enter your name هلأ خلدون يلداني فعلا أخذ ليها بشكل كامل طيب هو بياخد space ممكن ياخد enter ممكن ياخد enter لكن ممكن يساوي مشاكل أحيانا فإذا ملاحظ أنه F gets هي أفضل للحصول على input كstring يعني مدخل كsystem محرفية من المستخدم وهذا الشي هات عمل فيه بالدروس القادمة ين شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر